مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 4 لسن 2 اليونت الرابع الدرس الثاني The Magic Bird الطائر السحري موجود بصفحة 56 من كتاب الطالب صفحة 54 من كتاب النشاط قبل ما ندب الدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاح حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي صفحة 56 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة The Magic Bird الطائر السحري وبجانبها مكتوب Revision مراجعة مثل ما وضحنا ان اليونت الرابع هو مراجعة للوحدات السابقة هنا عندي عبارة عن قصة يطلب من عندي اني Write the words you want اكتب الكلمات التي تريدها اذا هاي القصة نصيغها كما نريد مثل ما نريد احنا ان نشوف هذا الطير شنو علوانه او صفاته نكتبهن بالفراغ حسب الكلمات اللي منطينيها هنا اسفل كل صورة بعدها Listen and read استمع وقرأ احنا راح نحل الفراغات مثل ما هو منطينيها بالكتاب يعني مثلا انا مسموح لاني اقول وجه الطائر لونة green اخضر او انا مثلا اريد اغير لونة اقول يلو اصفر pink وردي لان هو اذا يقول لي اكتب الكلمات التي تريدها مو الكلمات اللي موجودة بالمقطع الصوتي احنا راح نكتب الكلمات اللي موجودة بالمقطع الصوتي على موضوع تكون ادنى قصة وحدة عن هذا الطائر السحري فراح نستمع المقطع الصوتي نحل وياه هذه الفراغات وبعدها نوضح هذه القصة ونرشن المطلوب حفظة منها خلن نستمع المقطع الصوتي اول شي اشتركوا في القصة اشتركوا في القصة اشتركوا في القصة الانجاب اشتركوا في القصة وريدros شراء الششر اشتركوا في القصة إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وحلين الفراغات على أساس المقطع الصوتي نجي نوضح مفردات هذه القصة أولا كان هناك رجل كبير كبير في السن كان يعيش في قرية سمول صغيرة كان يعيش في قرية صغيرة بجانب نهر طويل معناها نهر طويل كان يسير نحو النهر ورأى طائر كبير جدا هنا يقول لك تقدر تغير البرد مو كان البرد تخلي حصان من الممكن أن يكون الحصان السحري أو فأنت الكلمة التي تأجبك خليها ثانيا الطائر كان لديه وجه أخضر كذلك كلمة green أخضر تقدر تغيرها تسويها yellow أصفر pink وردي black أسود إلى آخره green face وجه أخضر and pink legs وأرجل وردية كذلك تقدر تغيرها باستخدام أحد هذه الألوان إذن هنا يريدك تكتب القصة الخاصة بك شون تريدها تريدها هذا طائر أو حيوان horse حصان frog ضفدع bee نحلة إلى آخره وبعدها تدون وجهه تختار اللون المناسب لوجهه أنت شون تشوفه وتختار كلمة المناسبة إلى إحنا اللي همنا مفردات هذه القصة ننتقل إلى number three ثالثا the old man was sad الرجل الكبير كان ساد حزينا the bird looked at the old man الطائر نظر إلى هذا الرجل الكبير وقال له can I help you هل يمكنني أن أساعدك number four رابعا the old man looked at the bird الرجل الكبير نظر إلى الطائر اش قال له قال له I want to be young again أريد أن أصبح شابا مرة أخرى number five خامسا there was a yellow light the old man was in there كان هناك ضوء أصفر والرجل الكبير لم يكن هناك فالطائر اش قال I give you your wish أعطيتك أمنيتك number six سادسا oh no كلا the old man is younger than he wanted to be الرجل الكبير أصبح أصغر وسنًا مما يريد أن يكون عليه إذن الطائر رجع طفل وما رجع شاب وهو أراد أن يرجع شاب إذن هذه القصة دور حول رجل كبير أراد يكون شاب التقى بهذا الطائر السحري أو الحصان السحري إذا أنتو اختارتو غير كلمة إلى آخره طلب من عندن يكون شاب مرة أخرى لكن هذا الطائر السحري جعله طفل وليس شاب هذا ما يخص هذه القصة هذه القصة مجرد للإطلاع يطلب من التلميذ أن يستمر القصة يغير بمفرداتها حسب ما يرى مناسب وبعدها بأسفلها يقولك tell your story to a partner اخبر قصتك الخاصة بعد ما شكلت هذه الكلمات اختاريت هذه الكلمات صارت كل التلميذ عنده قصة خاصة به بعض التلاميذ اختار أن الطائر البرد يكون هورس حصان بعض التلاميذ غير لون وجهه قال مكان الجرين الأخضر خلا مثلا يلو أصفر إلى آخره بعد ما صارت كل تلميذ قصة يخبر التلميذ زميلة بالقصة الخاصة به هذا مجرد نشاط صفي يطلب من التلميذ أنه يستمع ويكون القصة الخاصة به بعدها يقراها غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى كتاب النشاط read kareem's homework اقرأ الواجب البيتي الخاص في كريم is it correct هل هو صحيح إذن هذا الواجب بيتي كاتبة كريم about Iraq عن العراق فهذا الواجب البيتي يطلب من عند النقراء وأشوفه هل بيه أخطاء إذا بيه أخطاء شي يقول لك يقول لك circle kareem's mistakes دور أو ضع دائرة على الأخطاء اللي مرتكبها كريم بهذا الواجب البيتي فرح نقرأ الواجب البيتي نتعرف على الأخطاء اللي مرتكبها كريم بهذا الواجب البيتي ونأشرها وبعدها بالتمرين الآخر write four words with the capital letters رح نصحح الأخطاء اللي موجودة بهذا الواجب البيتي بهذا التمرين فرح نقرأ الواجب البيتي ونحاول نطلع الأخطاء كريم قايل I am from Iraq أنا من العراق I live in Basra وأعيش في البصرة فهنانا منطين مثال قايل لي البصرة كاتبها بالحرف الصغير ونحن نعرف أن المدن تكتب بالحرف الكبير لذلك هو جار دائرة عليها بعد خنشوف أخطاء ثانية I live with my mom dad brothers and sisters أعيش مع أمي أبي أخوتي وأخواتي The capital of Iraq is Baghdad عاصمة العراق هي بغداد نلاحظ أن هنا نرتكب خطأ الخطأ وين؟ أنه Iraq العراق كاتبها بالحرف الصغير ونحن نعرف أن البلدان تكتب بالحرف الكبير لذلك أوضع دائرة على حرف I أنه يجب أن يكتب كبيرا هذا أول خطأ اكتشفنا The capital of Iraq is Baghdad عاصمة العراق هي بغداد كذلك بغداد بغداد كاتبها بالحرف الصغير لذلك يجب أن تكتب أسماء المدن بالحرف الكبير لذلك هم كذلك أوضع عليها دائرة The population is about 7 million التعداد السكاني حوالي 7 ملايين في العاصمة بغداد We speak Arabic نحن نتحدث العربية كذلك هنا نخطأ Arabic معناها اللغة العربية نحن نعرف أن اللغات تكتب الحرف الأول منها كبير كذلك أجر دائرة على الحرف الأول من كلمة Arabic أنه يجب أن يكتبها بالحرف الكبير ليش؟ لأنها لغة We speak Arabic نحن نتحدث اللغة العربية And I am learning English وأنا أتعلم اللغة الإنجليزية كذلك English كاتبها بالحرف الصغير أجر عليها دائرة وقل لي يجب أن تكتب بالحرف الكبير حرف At school نحن نتعلم اللغة الإنجليزية في المدرسة I like English كذلك هنا أنا مرة ثانية كاتب إنجليش بالحرف الصغير أوضع عليها دائرة أنا أحب اللغة الإنجليزية But my favorite subjects are PE and maths لكن مواضيع المفضلة هي الرياضات البدنية والرياضيات The weather in Iraq is usually hot التقص في العراق عادة ما يكون حار كذلك Iraq كاتبها بالحرف الصغير أوضع عليها دائرة التقص في العراق عادة ما يكون hot حار and dry وكذلك جاف In March في شهر مارس نلاحظ أنه شهر مارس واضعه بالحرف الصغير ونعرف أن الأشهر ذكرنا ملاحظات سابقة أن الأشهر يكتب الحرف الأول منها كبيرا فأوضع دائرة على حرف M In March في شهر مارس It is rainy الجو فيه منطر In summer في الصيف The temperature is about 40 centigrade في الصيف عادة ما تكون temperature درجة الحرارة حوالي 40 درجة سليزية or hotter أو أكثر حرارة بعد ما أشرنا الأخطاء اللي مرتكبها كريم بالواجب البيتي يطلب مني بالتمرين الآخر write four words with the capital letters أكتب أربع كلمات من الكلمات اللي أشرتهم خاطئة أكتبها بالحرف الكبير فمثلا الكلمة الأولى كلمة Iraq Iraq يجب أن تكتب الحرف الأول منها كبير فأقول Iraq الحرف الآي يكتب كبيرا بهذه الطريقة بعد أختار كلمة ثانية ولتكن بغداد بغداد يجب أن يكتب الحرف الأول منها كبير ليشلئنها من المدن فأكتبها بالحرف الكبير الحرف الأول منها B يكتب كبيرا بعد خلنا أختار كلمة أخرى ولتكن كلمة English English تكتب الحرف الأول منها كبير فيكتب الإي كبيرا بهذه الطريقة أما الكلمة الأخيرة فهي كلمة March تكتب الحرف الأول منها كبيرا هذا ما يخص هذا النشاط هنا أنا أريد أن نبهني أن أسماء الدول والمدن واللغات والأشهر يكتب الحرف الأول منها كبيراً أينما وجدت في الجملة هذه الملاحظة تفيدني بسؤال التنقيط إذا جاب لي جملة ويطلب من عندنا نقطها فأكتب الحرف الأول من الجملة كبير اسم الدولة يكتب كبير اسم المدينة يكتب كبير وبالنهاية أوضع نقطة هذه الملاحظات أخذناها بدروس سابقة هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا به قصة حاولنا نستمع المقطع الصوتي ونقرأ القصة وضحنا مفرداتها وعرفنا أن هذه القصة للاطلاع مجرد التلميذي يحاول يكتب قصتها الخاصة بالكلمات اللي يختارها أما كتاب النشاط فراجعنا متى نضع الحرف الأول كبير مع بداية الجملة ومع البلدان والمدن وكذلك الأشهر واللغات وكذلك نضع في نهاية الجملة نقطة هذا الأمر ننتبه له بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة منكم على الشاشة